من بوابة الحدود العراقية مع السعودية ينطلق ثلاثة عراقيين إلى مدن مختلفة في البلد المجاور على دراجاتهم الرحلة التي تستغرق 45 يوما تشمل توقف في مكة حيث يؤدون هناك مناسك العمرة أولاً استفرنا هي عمرة إن شاء الله لا يتقبلها مننا وثانياً نريد أن نوصل رسالة تبعية ركوب الدراجات وأن مشروع تويل هو مشروع لكل البلد ونحن من أعربيل ولكن لا يوجد فرق إن شاء الله تجمعنا رسالة وحدها بلد واحد الرجال الثلاثة هم جزء من مجموعة تسمى بتويلز والتي تروج لركوب الدراجات للمساعدة في حماية البيئة من انبعثات سيرات ولأسباب أمنية يسافر راكب الدراجات داخل العراق بالحافلة حتى يصلوا إلى بوابة عرعر الحدودية ثم تبدأ رحلتهم بالدراجة بمجرد وصولهم إلى الحدود السعودية يركبون دراجاتهم إلى الجديدة وحائل وجدة والمدينة المنورة ومكة قبل أن يركبوا دراجاتهم طوال الطريق خلصنا إلى أن مشروع العجلتان يمكن أن يسافر ويتجول في البلدان المجورة للعراق لكن أهم شيء بالنسبة لنا هو أداء مناسك العمرة يسعى المشاركون إلى تفاعل من السكان بالإضافة إلى رغبتهم في أن تؤدي تلك التجربة لتعزيز التبادل الثقافي ترجمة نانسي قنقر